إعادة صناعة الألعاب القديمة وتحسينها شغلة حلوة بس بيقولوا الشيء اللي يزيد عن حده ينقص ويمكن هذا هو وضع Call of Duty Modern Warfare 3 نعم سلسلة مودرن محبوبة وعيشتنا أجواء الحرب الحديثة بس كأنه تمحل بها فإعادة الجزء الأول منها كان شيء رائع رجعنا الكابتن برايس وسوب برسومات جبارة وكانت نقلة بجرافيك السلسلة ككل حتى ريميك Modern Warfare 2 كان في حجة برر عودته فنزل بفارق 3 سنين عن الجزء الأول وأتى بعد لعبتين استخدمنا فيهم أسلحة قديمة اللي كانوا Vanguard و Cold War أما Modern Warfare 3 يا أخي والله صعب تبرر موقفها اجتنا مباشرة بعد الجزء الثاني وبالأصل هي ريميك للعبة نزلت سابقا ويا ريت القصة تتوقف هون لأن في الكتير من الأمور الجدلية اللي يقدمها هذا الجزء ويرفع إشارات استفهام وتعجب في شعور منتشر عند اللاعبين إنه الجزء الجديد هو مجرد توسي على الجزء الحالي وأكتيفجين بدت بيعنا يا بي 70 دولار هذا الشعور ما أجم الفراغ في عدة أمور قدت لألو أولا في عنا تقارير من السنة الماضية اللي قالت إنه ما رح يكون في جزء هذا العام وعلى أساس لأول مرة بتاريخ السلسلة الجماعة رح ياخدوا فاصل ودعم هذا الكلام تقرير لأعلامي معروف بمجلة بلومبيرغ فلما سمعنا بأخبار قدوم جزء جديد اتفاجئنا وقتا سمعنا إنه رح نحتفظ بأسلحتنا وتقدمنا من Modern Warfare 2 وإن تقلوا معنى للثري فهون قال لي عقلي هاي دي أل سي ما في كلام صعب جدا لأن اتفهم هالحركة بإنها كرم أخلاق من أكتيفجين لأنه بعمرهم ما عاملونا بهالطريقة في أمر ثاني بيدعم نظرية إنه هذا الجزء كان بالأصل دي أل سي لأنه في سبع استوديوهات اشتغلت على Modern Warfare 3 شي صادم صراحة لأنه بالعادي استوديو واحد أو اثنين بالكتير بيستلموا عملية التطوير فهذا الشي بيخليك تشعر إنهم أرادوا يحاولوا الدي أل سي لجزء كامل خلال وقت قصير وأنا متأمل كمان نصل للميتين ألف بوقت أقصر باشتراككم يا شباب شدوا الهمة خد الدليل الثالث سلسلة Modern Warfare بعمرها بحياتها ما إجا معها محتوى زومبيز فالآن يقولوا لك خود طور زومبي مع هذا الجزء أنا قلت والله كأني حاسس إنه الزومبي عبارة عن حركة لتكبير المحتوى هذا غير إنه فيه تسريبات إنه طور اللي رح يجينا مع هاي اللعبة المفترض نلعبه باللعبة تبع السنة القادمة فهم بتحس إنه الموضوع أدحشوننا يا معلين ب Modern Warfare 3 خلينا نكبره طيب اسمع خود رابعا وصفون معي صدرت إشاعة من حوالي أسبوع إنه Modern Warfare 3 بيكون سعرها 40 دولار وقاب شو يكون دليل آخر على إنه اللعبة بالأصل هي DLC لأن ما في دخان بالنار وقد يكون موضوع الأربعين شيء طرح فعلا داخل أرواقة الشركة وتم إلغاءه لاحقا بعد إضافة طور الزومبي طيب خدلي خامسة نركز معي مابات الملتي بلاير في Modern Warfare 3 هي ريماستر لمابات كود 6 شو هي كود 6؟ كود 6 هو الجزء الأصلي للمودرن وورفير 2 اللي صدر عام 2009 بشان ما تضيع بالأرقام والله حق معك تضيع المابات اللي رح نلعب فيها هن المابات قديمة أعيد تحسينها هذا الأمر عطاني شعور إنه جماعة ما كان في عندهم وقت كافي ليصمموا خرائطه جديدة فدحة شو ناري ماستر المابات القديمة صاح؟ يعني والله هذا التفكير المنطقي ولا أنا لحالي هيك عفكي طيب هذا كان كلام نظريات المؤامرة ماذا قالت اكتيفجين بهذا الخصوص؟ وكيف طمنت اللاعبين بأنهم Modern Warfare 3 جزء كامل؟ قالولك عزيزي اللاعب هاي أول مرة بالتاريخ من نزل جزئين متتابعين لأحد سلاسلنا إذا ضحكني إنهم حولوا النقطة السلبية لميزة قالولك كمان رح نقدم لك قصة جديدة كليا التي تتميز بعودة الشرير ماركوف لحظة والله ما عم بقدر ما أضحك كيف بتقولوا قصة جديدة وبعدها كلمة عودة ماركوف يعني عودة لا تعطيني انطباع جديد أيضا قالوا إنه في مهمات قتالية جديدة داخل طور القصة وستر جديدة واقعة للرصاص ونظام بركات جديد وقال رح نقدر نعدل ونخصص على شكل اللاعب تبعنا بطور الملتي بلايار وفي نظام تكتيكي جديد بالحركة بالإضافة لشغلة بتفتل المخ قال حيأنشقوا مكان واحد تقدر تدير منه محتوى أجزاء Call of Duty وحيكون فيها Modern Warfare 2 و 3 والأجزاء السابقة أحظى اللي بعرفه إنه هاي الميزة بالأصل الموجودة صاح وقت تفتح اللعبة بطلع لك 3-4 أجزاء تختار تلعب منهم طيب أنا اللي لفت نظري بتصريح Activision هاد هو تكرار كلمة نيو عملت بحث عن هالكلمة في صفحة بيانهم وطلع معي إنه في 15 كلمة جديدة لما شفت العدد الهائل من تكرار الكلمة أخي استنتجت شي واحد يلي كاتب البيان بيعرف إنه لعبته ما بتستاهل السبعين وبدو يقنع الناس فيها طيب هالشي ممكن يصدمكم بس كل المعلومات اللي ذكرتها لحد الآن هي شيء تم نشره قبل الكشف عن أول عرض للعبة فأنا كنت لحد الآن ما ليش هاي في التريلر لكن صحة والله لما شفته تحمسد شعوري كلاعب طغى على دماغي ومنطقي الجرافيك حلو جذبني بالتريلر كمان شفتنا فرح غاز سوب وكابتن برايس ومشهد لإصابة كابتن برايس وشفنا كمان لقطات لمهمة دخول الفريق للقبض على شرير اللعبة ماكروف اللي عبي يدير عملياته من داخل السجن الغنية والأقواس والأكشن والله كله حمسني كمان كان في تلميح لمهمة نور رشن هاي كانت أكتر مهمة أثارة الجدل يمكن بعالم الألعاب لأنه بتفوت فيها على المطار وبتقتل كل المدنيين بالعشرات يعني عبي عملية إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى والآن شكله أنه رح نرجع نلعب هاي اللعبة لكن بداخل طيارة وهون في معلومات إضافية حصلنا عليها عن القصة الملتيبلاير والزومبيز مع الكشف الجديد اللي عملوه فخلينا نشوف إذا في فرصة تانية ممكن تصحح الوضع وتأنى فعلا أنه الجزء بيستاهل 70 أم يا ترى في نصبة زكية ما انتبهنا لها نبدأ بالقصة رح تكون مكملة لأحداث الجزء السابق واللي رح تقدم شيء اسمه Open Combat Machine شو هات شو يعني؟ حسب كلامهم هذا النظام ما يحدد لك المكان اللي تروح عليه لازم تكتشف كيف تحقق أهداف المهمة بنفسك وكمان أنا رح يكون فيها اتخاذ قرارات ورح تلعب دور مصيري والنقطة الأخيرة اللي أنا عجبتني قال القصة ستكون عنيفة جدا حلو الكلام اشتريتوني بالنسبة للقصة أما الملتيبلاير فحيتضمن ريماستر لما بات جزء 2009 وعددهم 16 خريطة أنا متأكد أنه اللاعبين رح ينقسموا على موضوع الخرائط فيه ناس رح يغلب عندهم شعور الحنين لمابات الماضي ويقولوا شكرا اكتيفجن خلي 70 وإذا بدك 80 وفيه لاعبين رح يقولولك جاي تضحك علي روح يضحكي على غيري أشوفي غيري مين يدفع لك رح نحصل فقط على أربع مابات جديدة واللي رح تكون للأطوار اللي كبيرة اللي تشبه أطوار Battlefield اللي اسمهم Grounded و Invasion وأعتقد أنا أنه انه اضطروا يعملوا مابات جديدة لأن ما لقوا مابات قديمة يعملوا لها ريماستر بالإضافة لنمط جديد فيه قال ثلاثة فرق كل فريق بيكون من 3 لاعبين وبيلعبوا ضد بعض بس تسمعوا لي المصيبة والنصبة الكبرى خلال عام بعد إطلاق اللعبة حينزلونا 12 ماب جديد كليا بس وين رح يكونوا قال خلال المواسم والتوسعات شو يعني؟ يعني حبيبي رح ندفعك 70 دولار نعطيك خرائط Melty Blayer قديمة ما لنتعبانين عليها كتير حطينا لها بفلتر وعددنا لغرافيك تبعا وبعدها لو بدك تلعب الخرائط جديدة اشتري توسعات تفع كمان فوق السبعين هذا الأمر بشوفه من أكبر نصبات التاريخ بالألعاب فلو فعلا اللعبة تستاهل السبعين دولار فلازم نحصل على المابات الجديدة بالإضافة للريماسترات بوقت الأطلاق وبعدها لو بدكم تضيفوا مابات يا أخي وتقول لي تفع حقه بيكون حقكم كلنا بنعرف أنه الملتي بلاير هو الطور الأهم في اللعبة والناس بتشتري اللعبة مشانه فشو رح تقدمونا كمان؟ قالوا لك غيرنا لك نظام الحركة شو عملتوا؟ رح يرجعونا للسلايد كانسل هنجلب تحكو اللي باب يعرف حركة الغاء الزحلقة هاي انشهرت في مودرن وورفير الأول اللي نزل بالألفين وتساط عش حركة يستغلها المحترفين للتحرك بشكل سريع جدا وسيطروا على اللعبة والوورزون وعلى كل شي هذا النظام تم إلغاؤه في مودرن وورفير 2 الجزء الموجود حاليا من قبل الشركة نفسها ليش؟ قائلين أنه هالشي أفضل لتحقيق التوازن بين اللاعبين المحترفين وجدود لكن اللي صار جمهور اللعبة الأساسي وعدد كبير من اللاعبين سحبوا على اللعبة فعدد اللاعبين قل فالآن قالوا لك طيب تعالوا نرجع للكون يا شو رأيكون فجزء منسحب الميزة وجزء منرجع لك ياه أخي تعديلات الحركة هاي ما بتكلف الشركة شي لأنها عبارة عن استخدام لحركات موجودة عندهم سابقة من جزء 2019 أيضا غيروا شكل نظام البركات اللي يعطيك ميزات إضافية فالآن البركات أصبحت عبارة عن ملابس وقطع بترتديها طيب شو بالنسبة لطور الزومبي؟ ماب الزومبي حيكون قال عبارة عن عالم مفتوح من تطوير ترياك استوديو قال خلال اللعب حيكون ممكن تشوف لاعبين آخرين وتتعاون معهم وفي عدة أمور بتقدر تعملها خلال هالطور استخراج قطع من داخل الماب نظام إكستراكشن لعب راوندات تنفيذ مهمات بالإضافة لحل الغاز وصفوا هذا الطور بأنه الأطخم في تاريخ السلسلة صراحة أنا لا أرى هالجزء يستحق سبعين نعم هو عم يقدم شي جديد وما بنكر إنه الشركة عم بتحط مجهود وجابت سبع استوديوهات بس يا أخي موضوع الملتي بلايار ما عم بتبرر معي وبشوفه أنا هو الأهم لمعظم اللاعبين الشيء الجديد رح يكون هو في القصة اللي مدتها أربع خمس ساعات وطور الزومبي بينما الملتي بلايار هو عبارة عن جيم بلاي مودرن وورفير الأول مع الجرافيك تبع جزء الثاني وجابوا لك خرائط قديمة معاد إصدارها هذا هو ممكن هالخلطة اللي عملوها تكون ممتعة بس جدا أنا منزعج من جشع الشركات من كم يوم إجتنا روكستار تبيعنا جزء قديم بخمسين واليوم تجيك اكتفيجين تبيعك خرائط قديمة ويقنعوك إنها تستاهل السبعين طيب نشتريها ولا ما نشتريها والله راح تشتريها بكل الأحوال لعبين كود قسمين قسم الهاردكور اللي يحلل اللعبة وهدول بيلعبوا طور الزومبي وقسم آخر أخي بيلعب القصة شوي وبيكمل بالمالتي بلايار الهاردكور يا أخي بشوف بيستحق إنه يشتريها لأنه راح يلعب كل شي فيها بس لو ما كنت بتلعب طور الزومبي والله بتشوف إنه حرام فيها السبعين دولار وأكيد في ناس راح تسأل طيب شو مش أن صفقة اكتفيجين مع مايكروسوفت هل راح نحصلها على الجيمباس ليك لو تعمل الري اوردر للعبة فرح تقدر تلعب البيتا صاح هذا اللي تعودنا عليه لكنها كمان راح تتوفر أولا على البلايستيشين فحقوق الأفضلية ما زالت لسوني ولسه راح تبقى على هالوضع سنة أو سنتين حتى باعتقد إنه الصفقة راح يتم تأجيلها لحتى تصدر اللعبة حتى تطمن اكتفيجين حصولها على أرباح أكثر من إطلاقها وبس تتم صفقة اكتفيجين حنشوف وقتها خلال كم من الزمن راح تجينا اللعبة على الجيمباس عطيني رأيك بالتعليقات اكتب لي شاهدة للنهاية وخد مني قلب السلام عليكم